اشتركوا في القناة او الاقمار الصناعية والصواريخ او نظرت اليها مباشرة شدا الاهتمام اليها لان العمل في مجال الفضاء كان حلمي منذ الصغر ان اكون رائدة فضاء هو اجمل ما في الحلم طبعا لكن العمل في المجال عموما جميل ايضا درست كلاوديا هندسة الطيران الفضائي لكنها تأخرت في التقدم بطلب العمل كرائدة فضاء اذ يتم البحث عن مرشحين جدد كل عشر سنوات او اثنتي عشر سنة فقط لذا اسست كلاوديا وكالة توظيف لخبراء الطيران الفضائي نصف العاملين من النساء لواتي تريد كسبهن في هذا القطاع لهذه الوظائف صورة كلاسيكية تقليدية يجب ان نبتهد عنها في مجال الطيران الفضائي فهي ليست صحيحة هناك اشياء مثيرة للغاية هذا القطاع يشمل قائمة عريضة من الوظائف والفرص التي توفر للنساء على الخصوص مثلا لدى المنظمة الاوروبية للارصاد الجوية اويمتسات حيث تجمع البيانات من الاقمار الصناعية وتحلل وترسل لمحطات الارصاد الجوية في ثلاثين دولة عدد الرجال هنا يفوق عدد النساء بتسعين في المئة نتالي كوركو كانت ايضا منذ الصغر تريد ان تصبح فيزيائية ودرست في المانيا وبدأت العمل في اويمتسات قبل عامين عن طريق وكالة التوظيف التي تديرها كلاوديا كنت اعرف انه لا توجد نساء كثيرات في مثل هذه القطاعات لكنني كنت اتوقع ان تختار مزيد من النساء العمل في مثل هذه الوظائف في السنوات الخمس عشر او العشرين الاخيرة العاملون الجيدون مطلوبون جدا في شركات الطيران الفضائي في المانيا كهذا المصنع للأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والطقس امنية ان نرسل اخيرا رائدة فضاء المانية للفضاء الخارجي حتى يكون لدينا نموذج يحتذى به للفتيات هذا قد يتحقق هذه السنة حيث ستبدأ اجراءات اختيار اول رائدة فضاء المانية على محطة الفضاء الدولية اي اس اس اشتركوا في القناة